انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو يخدم الفنانة المصرية مع بدايات العام الجديد اتفاجئة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بمقطع فيديو يخصها هي وزوجها الفنان احمد العوضي الفيديو تسبب في غضبها بشدة فقررت انها تنشل المقطع عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل اجتماع وترد عليه نشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو بتظهر فيه خبيرة الابراج ليلة عبداللطيف مع الاعلام اللبناني نشان وكان يتحدثان على اللي هتقوله الابراج في العام الجديد لكن خبيرة الابراج فاجأت الجميع وتوقعت ان تنفصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن زوجها الفنان احمد العوضي وهو ما اصار دهشة نشان اللي اكد على احترام وحبه لياسمين وتمنى ان لا يحدث هذا ياسمين عبدالعزيز نشرت الفيديو عبر انستجرام وضعته تحت عنوان طلاء ياسمين عبدالعزيز من احمد العوضي لكنها علقت تعليقا غاضبا يا ساتر يا رب بلاش انت يا ليلة وضعت اشارة الى زوجها الفنان احمد العوضي تفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابع الفنانة المصرية سواء من داخل الوسط الفني او خارجه واكتفى العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالقول كذب المنجمون ولو صدقوا وانهالت التعليقات على الصناء من الجمهور الذين اعربوا عن امنياتهم باستمرار الزواج الناجح وتجاهل الشائعات والاقاويل طلاء ياسمين عبدالعزيز يحصد اكثر من 200 الف عملية بحث في مصر تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا انباء عن خيانة الفنان احمد العوضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز وانه متزوج من تلك الفنانة عرفيا وهذا ما نفته الفنانة وتحدثت قائلة مش بادينا ياسمين عبدالعزيز بتعلن سبب انفصالها وبتدافع عن الفنان احمد العوضي شهد خبر طلاء الفنانة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي تطورات جديدة حيث خرجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن صمتها ودافعت عن الفنان احمد العوضي بعد الحديث عن الخيانة وسبب طلاءهم وقد صرح الناقد عماد يسري في مداخلة هاتفية مع الاعلامية بسمة وهبة بان سبب طلاء ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي يرجع للخيانة ووجود علاقة مع فنانة شهيرة دول أن يذكر اسمها أما عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز فقد نشرت الفنانة عبر صفحاتها الرسمية على الانستجرام قائلة أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال خمس سنين جواز وانفصلنا شيء قدري مش بأدينا لتدافع وتنفي كافة الأخبار بشأن خيانته لها ياسمين عبدالعزيز بتعلن سبب طلاقها عن أحمد العواضي هذا وقد أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خبر انفصلها عن الفنان أحمد العواضي بالأمس السلساء 16 يناير وهو ذكرى عيد ميلادها حيث قالت عبر انستجرام تم الطلاق الرسمي بيني وبن أحمد وبين كل الاحترام والتقدير وبشأن تفاصيل مداخلة الناقد عماد يسري مع بسمة وهبة قال الناقد طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العواضي كان متوقع وهو أمر لم أندهش له بالنسباني وأرى أن السبب في هذا دخول فنانة أخرى وأضاف يسري دون الكشف عن هويتها هذه الفنانة عملت مع أحمد العواضي في عدد من الأعمال وهي السبب وهي فنانة كبيرة دخلت حياتهم وكان قد تم توجيه سؤال لياسمين عبدالعزيز يوم 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن وساعتها ما كانش في إجابة واكتشفت ياسمين عبدالعزيز بعدها دخول فنانة كبيرة بتهديت حياتها الزوجية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة